كرة عند طارق حامد شفنا رزاز وقطرات الماء اللي موجودة على ملعب بيتروسبورد حضراتكم عارفين بيتراش الملعب قبل انطلاق اللقاء بقلائل بلحظات قليلة جدا جدا ادي كرة على طوال ادي كرة الامامية وتحرك ولكن راية وسفارة تسلل على حمد فاتحي هنشوف الله تمره تانية والتسلل حاضر وموجود حمد طلبة معروف تمريرات وسيارة في وسط الملعب التسعتاشر قبل الاخير باربعتاشر نوطة نهارده ده منهور بيسجل المشاركة السادة لي في بطولة الدوري الممتاز حمد طلبة احمد عيد عبد المالك على طول بيسلم طارق بيعمل الزيادة طارق وبيعمل تمريرة حلوة في المساحة المعروف معروف العرضية مش معديا من القائم الاول مرة تانية هاتو خدوة لكن تحرك حلوة المرة دي من كوارشي ابعاد ضعيف ولكن كرات مشتركة في الطرف الشمال ترجع لطارق واقف كويس وبيجري المرة دي خالد تتابع لسه لسه في الدقايق الاولى من عمر وزمن اللقاء اخر لقاءات ده منهور ايه هنشوف هيعمل ايه ادي العرضية منتظرها ومتوقحها على طول احمد ايش الناوي معروف يوسف احمد عيد ده عندولاطة اولى فرصة اولى في بداية احداث هذا اللقاء كانت عايزة توجيه افضل من كده ادي خالد امر عايز يعمل تهيئة لاي منحفني اللي كان مكمل في الكرة اللي فاتت دي مرة تانية نادي الزمالك بيضغط بيخلص الكرة زي ما حضراتكم شايفين كده من اول 30 متر حمد طلبة بدأ يتراجع لعيبي ده منهور احمد عيد عايز سكة ويلعب العرضية وادي العرضية ادي العرضية في منتهى الخطورة ايمن ايمن حفني او ليونيل حفني طلبة تحضير هادي من نادي الزمالك احمد عيد السهل الممتنع هتوخد فتح مساحة ودي خالد امر الوحيد اللي موجود من لعبي نادي الزمالك داخل منطقة التمنتاشر احمد عيد بيلعب كرة عرضية على طول ايمن حفني بيرجع في وسط الملعب لطارق اللي متمركز في قلب الملعب بينما معروف في الجبهة اليسرى وتوفيق فاتح في الجبهة اليومنا ادي كرة امامية عدت لا احمد توفيق اللي عمل الزيادة وهدي المرة تانية كرات كرة امامية كلها في اتجاه ابو كونيه ولكن علي جاب مميز في العاب الهوى معروف يوسف على طول بيسلم طارق حامد اللي بيسجل النهاردة امر زي ما بقول لحضراتكم الصورة الصورة بالف كلمة هو سقوط خالد امر غير مبرر في اللاطة الي فاتت جديد ساهمت في هبوط فريق ضمنهور اسلام جمال معروف يوسف ضغط متقدم من لعبي ضمنهور ولكن كرة ام ويه الهداب باسم مرسي ومحمد شعبان اللي ايضا بيعود لتشكيلة الزمالك وايبراهيم صلاح القائد لوسط الملعب ليه الفارس الابيض حتى الان سياسة تدوير ناكحة هل يطرى النهاردة هتوقتي باسمارها حتى الان تعادل سلبي احمد عيد بيغير اتجاهات كم اللقاء احتسابها تماث اي منحفني بيسلم لمعروف يوسف بيوزع على طول عنده احمد عيد دخل لقلب الملعب عيد ادي التزديدة ولكن ضعيفة ما تمكنش منها ودي كرة ومحاولات من خالد امر وتوصل لاي منحفني بيفكر في التزديد ترتد في خالد امر مرة تانية معروف احمد عيد مهيأ نفسه وفاتح جسمه علشان يركن ببطن القدم ولكن ما راحتش ما راحتش زي ما هو عايز راحت في المتناول سهلة جدا جدا عند احمد خطاب احوز ولكن لسه لسه محاولات كلها هجومية ولكن محاولات على استحياء مفهاش شراسة ولا انياب طاري حامد على طول حمادة طلبة احمد عيد معروف يوسف تقدم ودخل لقلب الملعب وقع لاعب من فريق ضمنهور جدا جدا معروف يوسف احمد عيد لمسات وتمريرات ولكن كلها كلها تحت انظار مدافعي ضمنهور اللي كلهم كلهم مرتدين وتفوق به على كل كل الفرق ادي جملة حلوة وتقدم حلو من معروف يا ولد بيحطها الايمن وادي الفرصة ادي الفرصة الاولى والجملة الاولى الحلوة والترابط والتناغم في اول لقطة اتعملت بسرعة وفيها حرقة وفيها ايجابية على طول معروف يوسف بيحطها هدية لا ايمن حفني واحدة والتانية ولكن على طولة جدا جدا عند الشناوي نهاردة الشناوي بيلعب اللقاء رقم 20 حارس مرمى منتخبنا الوطني علي جاب اسلام جمال تحضير بدون اي ضغوط من لعبي دمانور اللي ملتزمين تماما تماما في نص ملعبهم اول منادي الزمالك بيمسك الكورة احمد عيد اللي النهاردة بيصل للهدف رقم 4 كورة بيوقفها محمد معروف حكم اللقاء معروف بيضغط ولكن المرة دي طارق حامد بيتقدم طارق على طول حمادة طلبة معروف يوسف كلها تمريرات في محاولة لاستحضار لعبي دمانور الى نص ملعب نادي الزمالك ولكن واقفين زي ما حضراتكم شايفين كده عاملين ساتر بيلعبوا تقريبا بطريقة اربعة خمسة واحد معروف يوسف على طول مرة تانية محاولات من نادي الزمالك لإيجاد صغرة بيدوروا الكورة من اقصى اليسار لاقصى اليمين وحضراتكم ما فيش اكتر من عشرين تلاتين سانية الكورة في اقدام لعبي دمانور ثم اول تمرير طولي بتطقط على طول الكورة عشان كده نادي الزمالك مسيطر وعامل نسبة استحواس كبيرة جدا جدا في اول تلاتة وتلاتين ديئة دي معروف واحدة والتانية والعرضية واحد وسط اربعة زي ما حضراتكم شايفين حمدا طولبة على طول بيسلم لأحمد عيد بيجري معروف في مكان خطير ولكن وقفت وقفت الكورة ما بين اقدام معروف يوسف لقاها ما بين اقدامه ما قدرش ما قدرش يعمل التمريرة او يطبق الفكرة اللي وصل ليه بعد ما وصل طارق حامد يعمل كنترول ويسلم لمعروف حمدا طلبة والله شغلي كتير جدا جدا على غير المعتاد الكل يتوقع انه عمر جابر هو اللي يعمل الشغل ولكن حمدا طلبة والله مميل كافة الملعب ناحية ودرجات الدرجة الاولى ادي مرة تانية عيد وبيسدد عيد التنفيذ على طول بينفس جملة كده اكيد متمرنين عليها ايمن حفني لعمر جابر معروف يوسف مرة تانية عمر جابر هيرجع عند طارق حامد وتركيز زمالكاوي على الجبهة اليسرى ادي ايمن حفني اللي واخد حرية حركة ايمن اتلم عليه احمد عيد بيتقدم ولمسه بالكعب فيه اتجاه معروف بيعمل شغل الفوتورك عداها حمدا طلبة ما ربطوش مع بعض سفارة وحاطة اشتركوا في القناة